اللي كنت بحاول أقوله لحضراتكم من هذه الجولة الخارجية إنه عندنا تحديات في مصر عندنا مشاكل موجودة في مصر وفي إطار معالجتها وإن شاء الله خطة العلاج وليست المسكنات خطة العلاج تكون بتسير في الطريق الصحيح إنما إحنا مش لوحدنا وهنا هختبس مرة تانية من كلام دكتور محمد العريان في المؤتمر الاقتصادي لما قال طيب أنا ممكن ما أتكلمش على مصر أتكلم على العالم بس الموضوع بالضبط عامل زي لما تكون ساكن في شقة والعمرة اللي أنت ساكن فيها والشارع اللي أنت ساكن فيه في مشاكل كتيرة جدا أنت لو ما عندكش مشاكل بس الشارع كله مشاكل وعمرة كلها مشاكل فأنت مش لوحدك مشاكل دي كلها هتسمع عندك ظل حصل من هذه الأزمة اللي موجودة في العالم ولذلك كل ما نتمناه من الله أنه العقل يلعب دور كبير في الحرب اللي شغالة دلوقتي اللي العالم كله بيدفع تمنها أكتر قارة مأزية من هذه الحرب هي القارة الأوروبية تبعات هذه الحرب العالم كله بيدفع تمنها للأسف الشديد الرؤية المستقبلية في المستقبل القريب خلال الشهور اللي جاية لهذه الحرب لا تدعو للتفاؤل كل يوم ورد تاني بالنقى تصعيد في اللغة والتهديدات المباشرة الآن من أطراف هذا الصراع روسيا من جانب وحلفائها والدولة الغربية من الجانب الآخر قد تحمل الأيام القادمة ظروف أصعب على العالم كله إنما دايماً أملنا في ربنا سبحانه وتعالى كبير بأنه نتفائل بالخير وارب نجده في القريب العاجل إن شاء الله